وتم عرض الاستقالة في جلسة مجلس الإدارة اللي انعقدت يوم 26 سبتمبر 1940 وزي ما جه في محضر الجلسة عرضت استقالة محمود مختارة فندي سكرتير لعبة الهوكي فتقرر تكليف حضرة سكرتير النادي لإعادة مكالمة مختارة فندي في الموضوع لعله يرجع عن الاستقالة وفي جلسة 17 أكتوبر عام 1940 تم عرض موقف مختارة تيتش مرة تانية وجه في محضر الجلسة عرض حضرة سكرتير النادي بأنه بالرغم من محادثته مع حضرة محمود مختار لحمله على سحب استقالته من سكرتير الهوكي صمم حضرته عليها وإزاء ذلك رأى المجلس قبولها وإرجاء تعيين سكرتير آخر للجلسة المقبلة ونظرا للخدمات الجليلة التي قدمها حضرة محمود مختارة فندي للنادي بصفة خاصة وللرياضة بصفة عامة فقد رأى المجلس أنه يمكن الانتفاع بمواهبه الرياضية وكفاءته الفنية في مختلف الألعاب لتيسير الحركة الرياضية بالنادي لذلك قرر المجلس منحه لقب كابتن النادي على أن يكون اختصاصه رفع تقارير نصف شهرية بملحوظاته عن حالة الألعاب المختلفة بالنادي وما يره من اقتراحات بشأنها على أن تقدم هذه التقارير إلى حضرة سكرتير النادي لعرضها على مجلس الإدارة كما رؤية أنه يمكن استدعائه عند اللزوم لأغذى آرائه الفنية